مرابع قابل للتنبيل من الشرشن حتى تبلغ باب تحللات حسب العرق نزلها مع ظهرها من اللي شافته نازل كان العرق بمظهر يظهر مع أخوه قد تشوف شحل طويل وهي فاغة 165 كيبان في حجمه كبير على بزاف رغم انها فاس بين كيلوغرام الا انها قد تبلغ بحمل ملع تشوف غير من الفوق كيبان شعرك حل كيبان لابس روال جين زرق و تيشيرت كحلة و كيبان في دي ساعة جلدية و كسافوا عراض و دهروا كيبان عريض يقفوا مراجوش ترجال غاكت عوج براسة كتقول لها هيدا واش مغايد ورش تشوف وجوه و كيقدر مع أخوه و شافت عند مولي بانت لها علاز عينيها كتشوف مع الضار و كتشوف مع الجيرا اللي قدرت تلمحها انها مطورة وقافزة تبلغ مشاين تخته الكوفر كيعونه و ازالها كرات الأخرى اللي كيبان رضي تتمر بابد الكوفر اللي مغطي عليه وجوه و جبت لها الفقصة تبلغ ورق على وحد الكونتاكت في دو و صداته موبيل و البابد الكوفر كينزل لغا بشوية هاد بدك يبلغ بشوية بشوية من الفوق علات حجبانه كتشوف فيه قدرت تمييز ان بشرته حنطية هرفو كحلين و الحيتو كحلة و حجبانه غلط وجوه كيبان مرشل بالساف و حرش و هاد فهمات علش قتلاح فصمهي يب بانتلاخته مع ما يدخله و كتسمع الهضراف الدروج اللي تلقاهم كيبلغ تبا يدخله و باباها و خالده طارق بقا غي هو و راشيد كيادره كتشوف حركاته و كتحاول تقر تفاصيله غري هذا بالها شوية و كيدووزي الدع لحيتو كيادر و كيمش طالت احت كتشوف الطريقة بشهز حجبانه و كيادر و كيتمسمع الهضراف و الطريقة اللي كيتحرق بشه الفقير و عام و رب النخبه تبلعت حنا الطموبي الزفاست كيلبسها عجبها و في نفس الوقت و تطرعها و خلاحه كيبان كبير و صارم و جدي لأبعد حد ما فتقدرش تطرعليه بالمرة و صعيب انتنصر معه كيف كتنصدر مع انور ماذا تخلعها و دفعت الريدو و مش هتقلسات في سريرها كتنصدر كفيدة و كتنصدر عنها و كتنصدر كفيدة و كتنصدر عنها و كتنصدر كفيدة و كتنصدر و طالع للتروازية 11 كتحسب خطواته مكتب شوفه في قلبها و الداكرة شو و شعور ما كتقدرش أبدا توصفه في داخلها دورت عينا بشوية التليفون اللي بحطت فوق سريره بقى ساهية كتشوف فيه التليفون اللي عامين و يعيشها في قصة حب مع الكراش ديال طفولتها غمضات عينا مزيرة اليومية كتلاقي هذا نار هذا مع نار اللي كانت كتحلم بيه انو غيكون انوار اللي طالها في الدروج انوار اللي حلمت بيه فوقاش غيوفي بعده و ما كانش غتكون تالفة بحلقة كانت غتكون كاتتلنها كانت غتكون فرحانة و بتحبسها كانت غتكون ضحكة الودنها ماشي هيدي الخطبة اللي كانت كتحلم بيها بس حاس الدموع اللي ساله تاني على وجهها وتقل بات المرايسة كانت تنشى الراسة اللي يسخلليها بالتوتر و مسحت الكحال اللي يخسرليها بدأت كاتتعود و تنشف شفونا بالبودر ولكن عينا باقي الحمرين كانت كاتتعود كتحاولت تبسم شوية باشترسم ملا بحجدادة لوجه و ملاحظوش حزنها حلت الباب دبيتها نفسها مزيان و خرجت بتيجنها الكوزينة و هي تبليغ غيزل ولوبنا و حفزة مما يحط في الطباصل و كي قادتو بل لعدوك الكراطن اللي شافت كي خرجه من الكفر بحطوطين فقسالة موجهة الكوزينة يزوغل غيزلان مروا ايهوه كزدر مع و ضحكة لطراسة شفتي كتكوني طليت يا جنيه كي جاك يختيك يحمق سعداسك و الجيران بقوغة حالين فمهم يزوغلالوبنا شفتي الطموبيل ويلي 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 كديرا و يزوغل حفزة و بسي فختي واحد في ذاك الدخامة كاملها ما تجيغلط و مبين كبيرة يزوغ سعدك امروا في يار سعدك امروا في يار و قلقها لطراسة الارض شفتوه ما بيش قلت لالوبنا ما بيش خلينا دفع منه طلعت انتو اوه حفزة الارض و يزوغل حفزة يختي غي شفك غي تربط شفتوه ما بيش يقب حلاد الزين و هات الصغر و الطراوة عم؟ اودي و جرات كورسي و يتقلس و يزوغلال غيزلان جابوا الحلوة غزانة اوهلاد المشرق هفزة يدعلى خسرة و يزوغلال قلت لغيزلان تسولي خالت و يزوغلال حفزة و يزوغلال حفزة و احد الهرم كبير دي الفيرر و روشي هكي لازقوني ساك تقولي علموه عزالك شكلات و يزوغلال لوبنا سيد دردكشي تلقصاره و المعاصاره يلالو خطب بالحلوة و خطب بالشكلات و هو نقصه مجمش مع الورد قلت لغيزلان اوهلاد قلت لغيزلان اوهلاد هانتي غي تلعوا لوبنا و حفزة الولين يطلعوا صواني في الدم و انا و اياك نطلعوا لحلوة و ندخلوا في خطر حسنه هادشي اللي قاتلي خالسي قلت لغيزلان اوهلاد احقه شفتوا موه شحالك اسبعان طايرة بجنابها قلت لغيزلان رديت لها البان اراف السلم سلاف الدروش عاطيها عاطيها منها رحة المسك يمكن هو اللي جابت من الحجراء يلا حجات العمل اللي فات قلت لك مشاسي يومها و ماتت مصبح الله و يجات قلت لغيزلان كانت مرا كبيرة يمكن مسكينة قلت له حفزة ويها قال لك الدازق على كرسي متحرك شفت ليه قدر الدرداد الوالدين قلت لك كانت فرحانة اللي مهمة تسفدك المقام ايوا بين على ضريفة وخاكك ولي كاي برب والدين رغي برزب بنات الناس قلت له غيزلان تحتو كاي بان ضريفة مابيهاش مروا اللي كانت ساهية مكت سماكاش كي يقول و طلعت راسقات عصم حفزة نعم شنو اسميسو ايوه دايانيها اخوك مره نسمعو كي يقول لي السي محمد مره نسمعو يقول لي السي ريدا غاز قول لاليونا اسميسو محمد ريدا محمد ريدا لهاد الحساب اسميها مهي بحاله بحاله دات العلومنا بدا هسابنتي تفوسخي من داب وطبقال في ايه الكورسي يا دا والله سيفرعو كلي يعنيه بالعين مروا علت في ايه معيني ما عرفتكم شا عاش ديرين هاد الحالة كاملة بحالة ما نعرف شكون هو ما بيش مزوين شو ما خايب شربج لنصافي قلت قل لها غايزلان حي دعني انتش كتعرفي فزين شو هاتي يكون قطع السراوانو لبسسناسل ودير طانقو قد حجبانو اختراج الحرش مهي بغزان مالكي واني على مزوين ش كتدير قطعت زين عندك طبعنا قلتش حاجة غنتو ما سيدين فيه شافوا بعضياتم كيهزوا في حجبانو مهلا القلب والساها مش ما تلصق فينا واجدوا اعتي وحطوا هزات المناس صانية بدهبة وحطوها فيها ججبان هارد ووزات حفصة صانية اخرى بدهبة وحطوها فيها الكيسان وطلعوا بججبانو وغيزلان اعطت المروات طبسي لتمر معمر ووزات هي صانية بدهبة فيها حلوة وطلعت غيزلان ومرواتها باها هزاتك الطبسي اللي كاتحطو شوي ويطح من الديها بالتوتر يلا كاتقربوا يوصل للتروازية ويتسمعنا دراف الصالة والهاراج وقفات الغيزلان الفرس وطلعت موراها وزيدي وف غيزلان وجهة احمروا عيناتها هما كان حاسب يتكها انت عادوش انت عليها بتبصيل كاتتها دروح يا بسالبكي اوش انت غيزلان حطوها تصنيف الارض ويتشداتوا علاها ويلا مروها ديري مالك مع الله مروها كاتصرت فريقا وتنشى لوجهها اللي كاتحسو تصنق وصخون الدم فيها كيفور الداخل وف ما عرفت شمالي ما عرفت ش غيزلان ما عرفه اجو رجلين كيتنا عدوني وكاتحس مرسي بحلة غانتخلق بحلة وحلة ليشي حاجة في الحلق بدت غيزلان كاتقول لها عدو بالله نزلي تحت نعيد الخوك يقرع عليك شوية القرآن ونزيلها ندخل هاتش ونجيب خوك معايا هادي خالعين ججيرا نضغيصها يفطايخ نزلي هزات غيزلان ديك الصانية وداك التبصيل ودخلت عندهم كاتتسلم وخديجة قلبها بغيسكت بني شافت غيزلان اللي داخلها ما جاتش معا ويا قاتلها حفصة هي تطلع مع غيزلان كلهم كيشوفوا فيها مالا ما طلعت ويا قلتت في بلانسة في التروج مزهيرة يدها في قلبها كتحسو غيخرج بلانسو ما عرفه شمالها كتحس براسها تالفة خايفة ندم بحلة غتلو حلال العافية مخلوعة مسترسية حال نفسية مقدرة تحكم فيها والدي العريس قد دخلت غيزلان علو عينهم كيتسألوا وشهادة هي العروسة ثبت لهم كتر حبيهم ولدها لا ثق فيها عرفها ما شهية وتأوع العيني غيش فيها ورجع حضرهم قالص بين بابا سمروا شابك سبعانو كيسمع وكيجاو بالميلين التواطر اللي في مروى نفسه وتواطر اللي شانته النهار قال ليهم موافق يتزوج وغير يقلبوا عدي قال لي هضروري عليهم ما كاش كيرتح خاطره وديما كتخر شي حاجه من الجن كتخليه ما كيمشيش معه ويشوف البنت حتى كتتعكس الأمور غير مبعيد كل مرة وشنو كتكون سببا اول واحدة غيجي برجلية يشوفها هي مروى رغم انهم طبعوا ما شيح شوبي وكيضروا اشي معهين ومعهين ما بسبب خدمتهم اللي كتفرداري يتحاور مع الجميع الا انو كيحسبوا حد الاحراج غريب كيكرا يكون محط الانطار وفق انو يجي فقط مع الزادر جرشيد وحيتعارفوش حال معقول ووخوتو وانو عائلتو تهمهم اصلين وما غيتخالش مع شي عائلة اللي ما تناسبش عائلتو اللي نوعا ما محافظين ووافق وملي شاف كميات الفرحة فعينين بباه ولكن خايف متعجبوش البنت وما غيقدرش يخسر خاطر راشيد وخاطر بباه اللي يترك كله فرحانو كيقول لي خاطره مرزحها لهذه الناس قبل ما ندخلوا عندهم وتمو كتمر فرحانو هي مبطع لانا يمسى يتزوج بحكم كبير ولادها وبقي مازال ما بغاش داتو الخدمة ولاهاتو وكنما والدين اللي كيفكروا باش يدير اسره عمر يتفكر نص وقتو خدمة ونص الاخر نعز بلايا حتى القراصو دخل في الثلاثينات وتفكر باللي الوقت طار بالزربة وشوية غير القراصو أربعيني وما زال ما درش وليدات هاد الأفكار وملي يخلوا يوافق لهم على هاد هاد العام يتزوج وبدات السراح شكون هاد العائلة اللي غايت خالطوا معها شكون هاد المنت اللي غايت اللقلي وتوالموت والمشخصيته العنيدة كي يسمع بزيف التجاري بالفاشلين من صحابه من الهائلة وكي خافته هو شي شي تجربة متفاشلة اللي ما عندوش الوقت في ان يضيعه في زوج اللق فلفس الوقت قال اسمه توتر خالها قضية السن ديالا فاش قال لي بوه عندها يغر عشرين عام شهتو صغير عليه بزيف ومع ذلك قوة المكسب خلاتوا يدرها في يدي اللعب ويدخل دارهم مع والدين اللي يحصون فرحوا بزاف الشي اللي يشجعوا اكثر يقول بسم الله لانه من صغره كي يتقفل حدث دوال اليدين وإحساسهم من ليه كيرتح من جيتش حاجة هو من الأول كيتم شغل برضاهم وإحساسهم وشيرتح ولا يهرب وما كيتعودوا على الزيسون هاد العام ما ولدش بزاف وشابك صبعانو كي يبنيه ويريه بخايف ما تعجبوش ولما تجيش هلالقانا وما يقدرش حاش مبانع تلك المراشيد رغم أنه تعصب في الأول لانه يتصرب بلا ما يشاوره ولكن في الأخر دارها فيا دي لاوسطن في كل مرة يعلي شوية عيني الباب كيت انها تدخل بحلة غي تقرر مصيره واللي يقدر معاك يحاول غير يتمستملي وترشيد حسبي حيثكي عارفه مزيان عارفه شحام توتر وتالف وغمز الموب معنا فين عيه ويتشوف عند غيزلان اللي بقى كتتظر مع أمه فشلقوا بعضياتهم من نفس الحومة عيني بحلة ضمنه ووهمت لي فقط مروا قتلة غيزلان هل قم Dios وقرأت لكي بين القرآن وفعلتني في الهضرا قمت بأمه قدت وقفتها في وقتها واقفت ترشيدا وقأت ترشيدا خاليد سنبكم البيون لي رشيد اخي اخي صاحب بقى سيارة كاسو بردلي اخي صاحب بقى سيارة كاسو بردلي شكرا اضطوه على طبيعة صغيرة احدا اخذت نهيدة كي حاول يرساح زاد خالد ويد 7 غيزلان وشدت صف وصدر قبل ومشي للدراج اجيرها مكين لصاحب لاوالو مروركا مطلع مائي ومسخلعات شوية هبا تقرع لها شوية القرآن للترسح هارف الخلعة وبقى صغيرة في نهاية يمكن ان نزلت زاد خالد للدراج وغيزلان تقلقها قاسف الدراج كاتبكي وشد على قلبه ويتحنان مرواه ولا ولا وشي دابة ولا ايدي كاتبكي مقدرش اخوي اجي نوضي اجي نزلي اشي اجي نزلي اشي نزل عمال تحت وغيزلان تبعهم وخديجة فيها البيضة مبغاش شهية تخويلهم باش ميحسوا وبقى تغير عاطيهم السوابهم مبتعلا غيبتها اطلع اطلعها اطلعها وغيزلان تشربها ووغيزلان تشربها واذا باش وقعها واش غلقتلو ولا ما بغيتش شرره اطلعها 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 هل اطلعها 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 لا يوجد شيء مرزح لأنني أخيفة فقط أصدرت أفريقا لا أعرف كيف يكون غيكبانه مزيان ولا قوة يكون بشكل ولا خايم وما يعمل ليش مزيان وعندما أخوزك أرى عندك ثلاثة أخوزك في الحياة ما زال ما تزاد هذا اللي ما يعملكش مزيان والله سنيحيوه ما روح ما زال ما تزاد هذا اللي يتكرفص عليك نحن على الجدير اللي كانت أزمت كامل حسب كارينك ما ننخفه وما تخفه شخص بالتخص إنع Lynي تأتي الآباء والله شخص بخص jumping غيرت لك فقط شخص بخصص المسلط في الناس ومن ذلك هي تأتي معا ليس أتخذك لا يجب لك أخبرتنا بيشارة حياتي في نسبة فكرة كورب وظهر في يدك انتا ان شاء الله يكون خلال خير جاي دير يدفق راسا ويميق هلاش ترقى علي يدك جوز غبت هلاش دير الحجاب دير حسليك ويتقول لغيزلت خاليد واشنف الحجاب ده بصاف يراغي بدهر ومخليها نهد ودار يدفق راسا وبديقر على القرآن وبالتجويد ويشعدها قاسة الموت هدنات كاتسمع ليه وما كدبتش غيزلين فاش قاتليها يغادر ساحدي ما فاشكت جينه وبالتجويد كي ريحا سهلو بس لاجباتها وقال لي وقع كاس بقى اختيو الصغيرة اللي كي يخافون ان ذا يطحالها صافي يلاح اضطي دكاس الماء يلاح وقال له غيزلان بسح عينيك مزيان باش ميكو يشكوش وشاركا ونفخسيه ونتي غسلي له وجهه وقريه مرويه ويتشد له في الدو بقى هنا اطلع معايا وانا كنت سنكم يلا غسيري انا غاهنا وقال له غيزلان جارة مرويه الدوشت يلو السنطار غسلاته وجهه ويه مبقى شعند خاطر تتعود مكياشها حني كتتول له حمارين نيفا حمار شفيفا فازقين بدأت كتتنش على غيزلان المفوطة كتتنشفها عاد خرجها تشد فيها خالد وطلعه غيزلان مرويه وياملي مع اخوها رساحت نسبيا وذات متوكل على الله غدا في الدين اخوها بتيجاة الصالة وذا كرتها رجعت ليل الماضي اخر مراشد لافيدة بحلاكة كان لحف الطمو بالعطاس الخدلصة باللقاء كتتضربع ولدقيت ما اضحك معه ودبا بيت دين دياند واحد اللي ما عارفه شكن هو الفرق هو ضق الباب وجاب الوالدين كتتخيل كل خوها القاه مع انور شنهار كان يصلوا على قناسها عاد عرفات الخالة الفين هو الخالة الكين في الجوج واحد فضل يبقى في السر والحرام واحد خسر الحلال وضق الباب وصد من عائلته واخوته بالعز والشان خدت نفسها عمير لحت الخطوة للصالة والعيني نقعتها الزوية مورا اخوها مخبئة وهي الحشمية دياننا مرحش ما تطلع بعدها مرواه وشهد صندق قلبها كيتربو مزيرا لي علي كتب حل كيرقص ليها حشمان وكيتحكي لها ويقول ابلى ريسه والحي يحبو مولينا قدرت ما بقتلى ريسه زيادة منسي زياد ما عندك منش حشم ما غادراوش والله يلقينا بعد دراوش ضربت تفرجل خديجة ضحكة قلت لها خاليجة قلت لها خاليجة ضحكة وشهد ريقول لها خالد ضيس المالة عمك راسمي سوس يا حسن قلت لها الحريسه وقلت بعدها من الجنبها التي تخبيها فيها وبدأت تطلعها حتى وصل الوجهة وقالت تناقض فورمتها اعطتها انطباء انها بنت كبيرة وغير شاف مالة من حبت قلت لها صغيرة نحن كسا حمارين نفاته من النظر الاولى كانت تكتب كيه وخاطره غنمز اضطياق سلمت على بابا اللي تحناس باس ليدي قلت لها الله يرداني كابنتي وست راسها بشوية باش تشوف راسها في ان كان تزيد وعارفها قلت على بابا ووقت قلصوا على راسه شوية فيها محمام وحراج قمتها مخوصها ومعرفش كيفاش يتصرف قمت لها يدي وسايمتها وحركوا البعضيات مغار يوصم معنات صحية وضغي خطفات يدي حشمانة مقدرش شوفيه بمرة دا سحدة باباها بتسمت لي وكي يشوفها فخر وشفت فراشيتها وطارق لغين بسم الله عاد وصلت الاختو اللي وقفت سلمت على فرحانة لا بس هليك بخير قلت لها مروع الحمد لله بتسمت له وتحناس عن المولي كانت قلت سحدة بنتها بغت تبوص لها يده ويخطفاتها عن القاتس المثلة بالوجهة عاد مش هتقلتها تحدة ماماها في الطرف وكي يشوفها من التحت خفيها زيني يكون حاضي شي وحن يديرها من نقلة تصوى يتقول لأم لاريس صبارك الله الله يدير منك الزرع وزرعيها يتشوف خديجة عاش نسمية البنيتة لاريسة اللي عينيب شوية كي يشوف فويحانية راسا بتاسم وحني كذا مظنبين بالحشبة وبينها لا تتوتر من الفرقة كي يشوف هذه البنشحة الصغيرة في ملامحها وكيوت في نفس الوقت ما يكذبش انها زوينة وعجباته حاجة وحدة اللي مديرانجية هي انها كتبه صغيرة بقي اذر يديها في ديشحة اللي كانوا صغار ويتقول لأ خديجة اسميسها مروع يتقول الحجة تبارك الله ويتعنقها خديجة ضحكة هي الصغيرة ديالي تال يدلعش طريق ويقول رادة بمحلة كتحيضوا الكبدة ديالنا بلاصة رايضك نوار الدر والله بعد المرات كتكون غانا عسى وندخلوا للدر كنجينا خاوية ولما طلق عناش نقلوا عليها ونشدوا فيها ويقول راشيد مصغرة بسيكينا مكتت نازن بكيوة ويقول الحاجة بسيكينا ايوان محبة الخسياتي حرشة بحالهم مروا طلعت عيناب شوية في طريق وراشيد وكتشوف منين نزلتها لي وبدو محبة كاملة وهي در حاسن ما شاء الله لما اكل البنات الصغر وما اللي كيضبوط دار لليحر حرمشي دار من البنات احنا ويجدان بنتي كتبشي غاعد دخالتها والله ما كانت دوز من الماكلتها ترجع يلا تفكر الدواء ويلا تهاوت يلا تصيبت الفاز الأخسرات اما الولاد لا مرضناش احنا نمشيو نشوفو ماش يدينو وموالو ماش يتفكروا ماشي بحال الدرية احنا نات وحداكم بعد المرة تتكت هزني الفقصة كانش الطريقة المحمد ينقل لباديم احسابتكم يقلس معي يخليني حاضرين المهل ويمشي واش تناشطنا الولاد مشطونين قالوا راشيد الخدمة امي الحاج مراه البلو كامل مع الواندين ويكون الحق ليهم مع الشغال الله يحسن العوان خاليد ركي هدرته انا يكسكن معهم هنا والله بعد المرة تبني كان جايا ما كان قدر نزلهم وما كانشوفهم على يومين الله يصبح لينا بالحقهم اما الناس وما اللي معمرين عليهم هاركي يخويوا ويخليوا بلاصهم كبيرة ايوها هذه صنة الحياة تشوف الحافظة ولو ابنوا وغيزلان وماتهم اخلوا ديورهم ويجاوا يديروا ولداتهم ودويرتهم هكذا لنسي دي ربي قلت له خديجة يا والله يجي منها في الصواب انا ولدي بلا من حاجة نهضر عليه راشيد كي يعرفه ما يعرفه كذب ما يعرف التحرميات كي يعرفه خدمته الله يرضي عليها خدمته ودويرته لاريس بقى يحكم وراه ودنه كي يحس بل جو كي يضيق علي كي يبدأ شي حد يهضر علي بحله هكا بحله كي يتحرج يتقول الحاجة ساكل في المحمدية تم خدام لك سابت لينا مروحي ان شاء الله غات بشي مال تمها طلت على مروحة كدتك عنك الله من العقوزك مروحة بتاسمات بإحراج وهدرت غير حواجة اللحاشة ويتكمل كلامه على كتنقول الولادي بجوجها ومحداكم نقول اليوم ما تزوجوه تديروا دويرتكم انا مانشي مع العروسة مانشي معي انا غابنتي والله يصبر قرر بتطج مني واندي العروس عزيزة ومشي ادعتي زال الله يسوا يا ويام احنا دوز نيامنا يتلا خديجة وحقات حقيقة ولاني لكنت البنت بنت اصلا مولنف العائلة والدار كبيرة العقوزة ثانية بدل اصلا غادرها في مقام بنيتها هدرت ثانية مامات العريصة مياه غوتي قرزين ضويرة دياله وشغل دياله كاللي يقول لي على هزي لحطي تقطع موطيشة على جوج وتقطع على جوج ودير طويجة ويام وراجلها مكالي عيب عليها ماروة قربت الوضع غيز لعب الكبات ايسا يبقلت احدها يكلت وغيجي وغيشي 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 وغيشت وصلت الماطيشة والطاجين شش سكوتي سيدة غاكت هدر بوشتو يبدا يهدر اقول لك الله يلاقينا ما محسن منا احنا ما فضلنا قدامكم تربية تنتي وتربية تخوتها لا يرضي عليها تحشم وتراعي وتحترم والله البمه تعتبها بلم ويمتها والعيالة تخوتها ويعني تريد عليها خروج قاعد تقيل مطلب فيها ويعني تضربها تضربها على الكوزينة مشبانة شاوية وحلاوية غالي شافتها في تلفونة تحطينا فوق البيضة يدقل ماما تلعريس تبارك الله قول لي يا بانسي تقريب العلاء طلع العلاء ثلاثة ثانية فش كي يكون شي سؤال مهم اما الهدراء الاخرية كامل تتخليه منه ودر تخرج من دنيا قمت جاء وماروة تدخلت خديجة لأخر جاءتش حالة قرية ما عندها مهم تدير بها قرية تتفهم وتكتب الخطر ديالة لأمشى الكوزينة والحلاوية تقيل زبق وتحط خيار وراء العجينة نشوف المراخر تدارها وقرية زينة بعدها تتفهم تتقرى البلايك وراء الطبيب ماشي بحال نحن نبكي من القرية زينة قلت لأخديجة قلت لأخديجة قلت لأخديجة قلت لأخديجة مراخر في عمرك تتصغر بني مهامين وقيلة اركز بها ويجب جاءت بساسم لأخديجة 17 عام العريس وصع عيني ويحصي يدر ماذا؟ تخير رشي الدكسة قلت لأخديجة 18 عام اخديجة العريس لأخديجة مالة ويبدأت باكيت انا حسبني اخديجة 20 بحال بحال يجي بغصحي السلامة قلت له الحاجة لا لأ يجي بغصحي السلامة يتكبر ماء هاتولد وليداتها صغيرة تتصاحب سم قد شوفها دولده باش تقنه عار فاضد فكرة تلاش دياله فاست مهشرين فبع السنك سبعتاش قل له راشيد وماولد ديت حفصاتها هي صغيرة احنا تبارك الله نيسة طالع باب حلقتها بقي عنده الجاد والخاطر طلبها ومتكبرها الواحد يختار غالقاص اللي عمره ما كايمش العريس الدخل كيشوف في حيث بداي يحس بالدمس خلي فراسه كيهضر بينه وبين راشيد رغم انه صوته بسمه حيث كل شي ساكت قل له راشيد لا لا قلنا لا احنا لو عمره ما كايمنا اش كايمنا اللي صلى الله لنا فختنا وحنا البراش بعدنا ما ندير بيوم كناني قلنا لا في عمره قبل 30 يزقل الحاجق لا لا عمره قد 32 ياردع لي باقي صغير غاعز يزعلي يشرف فراسه معك يشوفه ولدي الكبير ما كيشوفه ولدي الكبير باقي في عيني ولدي الصغير ويزقل خاتيجة تبارك الله محمد رايدة هوا قدامكم وعنده اخوه صغر منه حاتم هادك تغرب علي لمشه صغير عاشد الباقي دياله وقال في السويد ثم بقى سمه تزوج باحد نصرانية ودار مستقبل وتمه عنده 28 نهام ده باس بارك الله كانت سنوية دي الله يرجع نهار نشوفه محمد صغيره وجدان هاي اخذت الباقي دياله وقرأت داك شي معاوانه طبه ما عارس شك يسمي وبدأت وجدان كنت تحكي ليد سوينيو تمامه ويا داك وخدامه مع واحد طبيب فامورها في وعده 22 نهام الله يخليهم ليك و الله يكبرهم فعزك هذه السبداها كيتنفسوا ويحك فيديو وبحس بيساع السبداي داها غاى يخرج طرح الاخير واندخل كيحاول يستملح وليمزوجين رمزوجين في السباق بلر إلا كانوا إن شاء الله في المكتاب كان يحيضوا وإحنا نتمنى والخير يجينا الخير إحنا قصدنا الشريف وقصدنا الدار الكبير الله يجيبنا في السواب قال له إن شاء الله أمير مرحبا بكم إحنا كما كانت شوفوا غناز داخلين سقراصنا العمديان لنكبروا هذه الولاد على طاعة الله والنبي جاهدنا معهم توصلناهم كلهم خديمته وإلا يسر لهم يوم روتي الله يسهل أني كانوا مكتابي البعضية ثم نزيدكم بغي دعوية الخير قالوا أعطيكم الجوار ديال الطار ديالنا كانوا باشي في المكتاب والله يسهل عليكم يسهل عليها قال له حسن هذا هو أكلم صابة سيبوشتا أنا رأوا الله مني قال راشيد عنده ختوب عنده ختوب أربي شاهد الأرض تززت بيا مكره شكون دك سعجيت قال أنا عارف راشيد والله عمره داره معقول ورزين وعارفه للناس والأصل ودروا إيش بحالنا هذا هو الأصل اللي عليك قل لبوخه ما كالعرش البنيتة قل وجه أخوه أعطاني الخبار أعلى ما صدر على باب الدار قال له بوش شاء الله يجيب نفسه بالحاج حسن دكيت زادرة ثاني محمد ريدا والديرا مخصو خير مخدمته سبارق الله دوير سوكي قاتل حاج جارة ما عندهوش مع الزيكزك ترانكي يمشي نيشين وعزلين ما قول ما يخصوه مع خير قلوا يهضر ديك الساعج حال مضر إذا نهد عنده بباب معنا يلا وحسن ويقاد القلسة يوواده الساعة شافيها فيهم وينطق خليكم الله يدلين لفها الخير نعدوا كيشدتوا فيهم سواء نبوشة ولا خديجة ولكن ما مقدرش يقلسوا خصوصا محمد ريدا اللي يوقف قال لهم وراك عارفوا اللي كاين ما تحتاج نعود لكم مهن واقفات كاتت صنط لصوتهم ما سمعتوا كايدر وراك عارفها للتجارة قالوا راشدية واشغن قلوا لكم الله يدلين لفها الخير قالوا محمد ريدا آمي ذات بشوية مربه والحاجة سهية وقفات كاتت سلم عليهم ووجدان سهية نقات مروى ضحكة ومديددو حان يرسو سلم على لبناء غيزلان حفصة وسلم على خديجة وحطي الدولو خلفوا قيدانا وهاد من الحسيران من لاش ديالا وشوف مروى مدلا يدو سهية مداتة كاتب تاسم وخطواتها بالزربة وذات خرج مورا راشيد نزل هو الول في الدروج وبوشتة وحاسن مورا كيدرو عاد الحاجة ووجدان مع العيالات أما مروى ارجعت قلسات بلاستة في الصالة كاتشوف الطبلة كيسانة ومحطوطين ونحلوة فق الطبلة وكاتشوف بلاستة في كانجالس وكاترت صورته من عينيها وخا ما شافتوش بزاف وما وزناتوش ولكن تات فكرة صوتوا حسات بغليب وكبير وحش ولحوح نوعا ما وديجة فاش كانجالس كل مرة كانت كاتتسمع منه وبحها صغيرة يصرح بها حلقه ما عرفتش على جهازات قدام والحشما ومدور بيها لدى الاحترام ما حدش عمها كبير ما مولفتش تكون ولا تبغيش واحد تقدها كفلاش ثلاثيني الساحت نسبين واللي شافتو مباشرة وشافتو ماما واختو وقاللي كان بانو لعناس مزيانين وخافيو من هضرب الزاف والمعاودة ومو كاتبا نقاف وزوجها ريئة واختوزها هي كاتبا عندها شخصيتها نفس دك الشخصية اللي كاتبناها هي تكون عندها تبنات له تهيض ذات فاد العائلة وكاتبلاست ما وليديها يدر على شهيواتها وحلوة يكون تهيض كي يدر على قرائصها وفاش خدمات كبات نفس عميق ودست للشرجم ودوذة الريد وكاتشفه لتحت ويبالا كي يدر مع راشيد وكاتبقول على شميجة ووساكت واش حشوبي مو اختوز تسالم مع خادجة اللي سهي بره عبطا سمعو مثل تحصورك بره واسلم على راشيد بيتدورك في الطمبيل قبل كي يكلاك صنع لبها اللي باقي كي يسهوت مع بوشة وددورك مو في الطمبيل مشاو ارجعها تريده وارشع تقس اسفق صدري كتشوف ذاك الطبلة ساهية اول مرة تشوف خوتك يهدر عليها بحلها كاف ويشكرون فيها ومخفص آخرين بيها وفرحان اللي شي حاجة اللي كتخصها وشو ما في الاصل بحل هاكي غير ما كيبغوش يبينوحدها ولا غا كيسبغوا العريس ولكن كاتب الصح كتشوف محبصات يقف عينيهم وفخر كبير بيها وهي زي رسم بيها نفسات مغمضة عينيها ضورة ثلاثة الشرجم بلان اطلالة صارة نفس اطلالة بيتها كتشوف يا ربي إذا كان فيه الخير كتب لي وإذا ما كان فيه خير باهدوا علي يا ربي أما في السيارة محمد ريد اضرب الفرن لتجي تقفزه مع الصبعين يشالي والكذوب علاشة وعلاشة وما تكذب عليها ويقول له حسن والطريقة والطريقة والله ما كذب ساعدك أنا قال لي العمر ديالو وده ما جبس والله تدير بالي عشر والله والله ما في النية ديالو بعد النية قاصرة ديالو ودأ تضعوني بوجي تحاشمونا مع السيد وصافيات والدراري صغار قالت له الحاشة وليدي لا أريد أن تتحاشمونا نحن البنت عجباتنا وعائلتنا عجبونا تقول لي معكز نحن باغين وش غدتي انا عائلتنا وما اللي سيكون معي في الدار وش عارفة نقدش فرق العمر لكن نظر على لوحدة قاصر عندها 17 عام وكانت عندي بنت الفلاش ديال والله من زوجة بالله وذا بايا انت مقال والوية مقال والو انت مالك وفيش شفتين مقال والو فين والبنت طلعت مظنة قاتت بكي عينة من فوقين باش عارفت يوما بزيش هلية واش عارفتوه لما وقفت حطيت فيه ويقول له حسن وصاحبك راشيد كتعرفو حسن يبزيز على أخته والله هيلة يوما كي يشفوا في أب حلة كي يشفوا في المراية وما عينة مقطرة اليوم من عينيهم واش حساب سكر خيس على هم يلوحوها ورات عارفو كنت اولد الناس يهما كده بتيش لبنية صغيرة ولكن اودي الواحد يخاف كون حطا فيه تشيس كاري ولا قمار ولا شمكاري تكرفص عليها ولش انا اللي تحطاني وصد المسؤولية كاملة كرح حياتي غاسب بنت في طفولتا ويعلي حاجبه علاش ويجدان هيات بسكات ويدخل ولا واخويا لا واش من طفولة بنترحة كبيرة ركشتيا كتبا كبار مني سبارك الله كل ما قادت عمرها سبعة عشرين الله غير بغيت يتعكسه ويتعصب على الواله وبدأت مهالك قرص فيها تسكت مش ميهة ويعني يا زينب فاهمة يتعبها ولدي بلعم تحكس لنا وشنا ها هادر على الزينة الواليد الزينة ضربة بيشتع لبره احنا دوينا على الدوام على المسؤولية ويجدان يقول الحاجب اصافي اولدي الله يردع عليك ان تسكتني اقلبين نهد ودور راسه بالنفي الله تخارقه قلنا لكم اضبروا اضبروا واحدة بعقلها نعرف ان نتواصل معها رائطة طيفلة من صغيرة قاصر انا لا نعرف الشاكين نتعامل معها شرية العطاب لي بيضان تقريليسين اضربوا الطمغة ساكتين هو بلاس على اليمن خلصين ينشعلوا ونضرب الباب تقفزت الحاجة بقيت من سبعة بعينها والشوك يا ولدي والله لا تقلوا تغشك ومشي الولد وعجاجة حسن شعبوا دخل القاوة سيكون بغاق قهوة والله يلا ريب غايت عصبا بابا كل ما جاش معنا هو حسنته نشوفوا احنا بعدها ونعطروا تصويرتها ونشي حاجة ما عرفت عليش معجباته قلت لها ماماها راه ماشي معجباته وش انتي تعاود راه خاف غاحيت صغيرة ما كتعرفيش هو كده لماذا لا تعجبوش البنت بحل البلارة ما عنده ما يعيب في اغزاله انا ادخلوا ليده كل نصف خاطرين اعمار اسلعب وهالبنته هي كتبر صغير ونيت تكبر معه على يديه ولا يشعلك الكيلة لا تخصوشي واحدة درويشة وابنت الاصل بحلانيت انا والله العجبات نهت درويشة وارتحيت لها تمها كتبان درويشة والله اعلم اذا كتبرت خوال كبير صدقات عمتها جارتنا ساكنتها في القشلة شوف لك الصدفة يتقل لها وجدان واذا بصبار يريد ان يخلع نقاع ضربوا الطم هذي لهم ثم جاي هذي قهوة في الدين وطلع في الطموبيل حتى يتغم منها واذا تساكت كي يدن بها راس وتقربوا يوصل للطر يتنتقم ايوها وليدي واذا بلا تخلينا شاكل راس المقطوع لقد امر بني فوجه قهوة في الطموبيل واذا براعا من قهوة في الطموبيل واذا براءات النار واذا يريدون ان يرادوا لا يحشمون جهاز للعيف وكليا قديم ساقالوا ويدوا بتحذير انا سوف نقول لكم ان تم ترغب في طرق صغيرة تقوموا بتطرقهم واذا تقولون له جدان ماذا يغذر اللهم على والوهاته كبيرة وانه يخطر صغير وانه يجب ان توقع خلق فلسين تنتين ويقول لابا ان شاء الله بيكون غير خير وتشيسير تسبعة رضت الوالدين وربي ما يخيبكش وحنا زاطمين معكم فادر روينا ذبا ما عندي من دير ولكن تحملوا مسؤوليتكم اليوم والغدس هذا ما يبقاش عاجب الحال ولا عد تكتاشف شنو والزواج والمسؤولية وتخلع ولطنو تقول يا فنصاي سليل ديني هذا ماما ويجد الحمسات التحكام وذاك الساعة ما تلومين يشأنا وذيجا أصلا البنت اللي يمخلوها وطلعوها بالزس وتحملوا مسؤوليتكم ويقول له حسن سيدي خرج السوق وقال اخلاعاتك هذه البنت قد ذاكا سيدي يلعب لول جيب العدي ستكلم معنا هنا في مسليمان تاو كانت تكبر وجه ديها واذا شافي بدك شوفها دمنيسك ويمدليت تصل القهوة شد 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 شرب القهوة ويشد علي شد راكا من تريكا تضر ناعس وقيله تتريس هذا سميتو وذاك الساعة ديالي كنتانيت لش مع الدبنين بخلي الخدمة وجيتها لمسليمان ويقول له الحاجة الله يخلف عليك أوليدي الله يرضي عليك وداوه ورده زوج باكم 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 في الحياة وركنت اللي يفرع عليها راسي نفرح بيك نفرح بيك وفرح بيه والول حسن هو يقول له الله يقلل نحيك والبنت باعقل انت اللي ما عندكش أولدي نهيد ويمدليتهم خليسوا لي اشي عقل اعطاني اعطاني ذاك القاوة والله يخرج عقبتكم على خير اطيدي وصف اخوية ذي لما الخاطر لا تبحش ناس مع الشعبي مطلق في الترنجيب وعيساوة ولا تبعتكم انتو مرة اطلقي طيور الجنة الله تعيقتي ياوليدي وغا بقى تنفخ على المنتي يسكس فؤليك الله تسيطروا بها ساعي دغا شافته تهدن شوية حادرتها نسبيا نهي ووجدان وطلقات فلادراء كانت زام تهم لي كان مع الصبخة مولفين وكش على دغياء في نفس الوقت دغية كانت تهدن إلا ما تزيدوش مع فلادراء المصدف وخلو على خاطره وامو هكاللك عبدية من جهة أسفي كلهم عجبون يغاوك عندك المرأة الوسطانية بنا واقع لشأنني شوية حاسة براسة وقد قل له ووجدان اه تنرحتها يودك اللي صغيرة اللي عنده بنيتا شوي حاسبين فراسه من الاخرى اللي شعبية وكتبان ترويشة كون ما كانت ترويشة غتسكن مع العقوزة ريدا بدأ يدور براسه وقال له حسن وكتعرش العيالات تكيشير بيد زيدا والدي سلتسم حدداره وباركي ما كيللاش ندخل القادة كخينة ساني مزير الطريق ما فيه ميت صادعا ونزله ويوقف طبو بالفراس الدر يسجل له ماما نأ وعلا فين غادي طلعا وريدي غترت ساحجاي بطريقة ورادها قال له بالبعدة الوليدا كنت سمعيها هذا المعكس وش حنكرانا واحد الكاميورا كنت سناني خاص نقطع النشي كمشي في حاله ويشوف ساعته ساعة ثلث عاد يلا يلا نزله ضغير قال له حسن وصيرا يقول لي الله يعاونيك شغالكم من الولا وينزل من الطمابين عايشكا وريدي غن تحكره غشوية وقدرنا معكا الوليدا احنا برأسنا محتاجين طلعه وراده ويقول له وارجع غدان تلك الحريرة يكت عجبك رجع على الشمال تقعلي الكورسي كنت جاي يجب دوري وفنقو وحال ويجدان كنت نزل والدي شغال يقول لي الله يقدرك على شغالك والله ياتي كلفة الخير وين محطة يرجلك تربح والله يجعل في هذا البدل الخير وتيسير كان كيشفها من المرأة يضحكاته بدعوية لمستوين ادخل ساعة ثلاثة ويرتقي وطلق الميكلة طيبة والدنيا مجموعة والدنيا مريدة واملي كتبغي تلطابيرك كتبولي زوداء سيري سيري دخلي لدارك خلني مشي تشغالي وانا اطرق السلامة نصوكها بشوية او ماراني شغالي لذاكر وينش الله بالدوال محمد يغف الدورة ويتنزل ساعة من طموبي او اخها هكا كورد البرة كتشوف هالك ساعد لي ولاو سدت الباب ووجات عنده الززاج وبتاسمات وتبسم العارفة فاش كتبسم هكذا انا اردتك حبيب ومشي خطبة البنية وواجهه بيض كالحليب واضحكه ووافية و عامرة و فتية و الزيالة و هذا يتناهد كذو وزنته على وجهه فتية انا كنت اقلب على الحليب والوافية و فتية اقومت اخرج من البلاد عندهم انشرة بقرة حسين ليا انا انا اقري بقرة انا اقري انشركوا معادي الحياة يبقى غالي ثانوياتك وردّه نشكل يوم البلس الممتاز نضاف الاسل ونسي ابتدأ لكم الاسل هناك علينا ان ترك فقطoretب يحضر الاسل مشكلة سوف تحضر الاسل ان تقوم مخفضة يسيرون ويقول يا انه يتسني فيها بشكل ما ومقول لي الا انه 패ت عين شاي لا يحكي على اللهم وكيفتك بالأمر نرى ونرى الالتح عندما يفكر على الشاي بشكل أحسين غير سلعة بالأمر تقتل الجديد ودخل وستسيمانة مثل ما هذا إلى جهد ام تفكر في الحكومة لأني اتساق الشيء في هذه المسال سياربنا على عشرين يوم يدخل لنا رمضان رمضان ربقي لي شهر وانسى الولد ويقول له حسن وصافي هواتك رسطيه معهم الصيمان الأخيرة ديلاد الشر ومدير معهم نار لحد قالوا دار ريدا داروا ريداك ونهار لعندي وانساوني دي وديروا الخاطر للمبوك عييت نترى شيء تقولها ليه اعطيه الكلمة لك لازم تعطيه الكلمة للخطبة وصيدراء ما عارفش ماجاتش اريتها بدأ كيدا ما عارفش يمشيه اخي الوارد واخذ انتقساني امه وما يسمعوا التليفون كيصوني في الطموبيل هزوا كالنوكيا بالخدمة وينستي برايم انا اذهب بالطريق انا اذهب بالطريق اخطع لي ونرى عندك يكون خير يجب ان تقول له سعيدة ها شفها وليدي حسن ويجره ويجره اتصبر عيشك ها شفها وليدي ها شفت عشرين يوم وانا راسي عمري غب المصامر سيري 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 طيبي عشاك سيري وانتا تعرف انا قلت غال قضي الشغل على بكري سيري اتعرم علي كل شي ينهاره وتوحل ارا قلت لك سيري تصوي بي عشاك صفتة وجدان ضغيرة نمزرو ومشات ممو ومباسات مما جاي عنده وجدان كجريت تكتلها لازاش انا اخويا شنو لازاش كلها من المصامر انت لا فلنطرها كثيرة و لم يكفي فرحة و أبدأت تلسلها في درم و أتركه الطرط أما في دار مروع و أزلت حادثة على القميس و ألبست بيجامسة خفيفة و أزلت شعرها فوق الفوق و خرجت قلسات معهم في الصالون و أخذتها لرجلها و غاسة و لم يكن يجعلون القوتة و لم يكن أسكتها من الدرم لا يبقى و كثيرا و كثيرا و معقول و أعلم قلت لها غيزلان أرى قلت لك إذا كنت نهارا عائلتها و أخواتها تروا بجينا نعمتي أنت عندها بنسولها لا نجيب لكم سارا و قلت لها عمتك ستسولها لماذا تسولني و أنا أريد أن أخلي رمانها بالسورة أختي عيطتها بهذا و لم أقلت لها شي حاجة و كان يردوا الناس و نشوفوا أساسنا من رأسنا و تقول أختي بعد من هذا ما يدر قلت لها غيزلان و لم أقلت لها سلت لها بشي طريقة قلت لها تلقيها في الحمام و كذا قلت لها خديجة و ما تخليهش تحس ما عارفنا وش هاد الشي كمان و لها لو يبدو يطلعوا لها ضرعوا على الدرية قلت لها و حفصة ايوها ماروها شبال لك شافت في حفصة ورجعت شافت ماما ما عارفتش ناس مزيانين و بعض ضريف بين زوين على وجو مخته من قدرش نحكم و لكن كيبان و ضريفين و خاكل شي هكا كيبان في اللول قلت لها لوبنا ما انتي سويلة يلعوي فيها قلت لها حفصة خلينا منهم هو وش حجبك كيجال لا يوجد في صوب الساف ولكن لا يوجد فيها قلت لها قلت لها اختي اختي غزان قلت لها خادجة اخليها بغالك دعاك ازيد يلدك المسلسلة لكي تشوف يكون دير الطعنقه فيه ومعكر قلت لها بحالك الشناوع الذي تقيل تفرج فيه هذا منتراه راجل حرش بكتافه لبسة لبسة وقفة 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 و هدرا هدرا قلت لها مزيانين و نسيب قلت لها حفصة انه لفاش كنسلم عني انه هذرا جاهلا يزوين و هو زوين جوا في النين قلت لها الابناء وش هيكيش حشو مماس ينهي و قيم ياضي اللرس في الارض قلت لها وغزان قلت لها اختيت بانه اختيت مواهي حصر ومعكر و المبان وربيه مزيد قلت لها وشفت و مرة مرة كيشوف فيها قلت لها الابناء وي اختيت و خذها الرسو في الارض لكن كان يبينه عينيه كيضرب حل الرادار انا شوية اللي ديرون جاني نوفاش قاطل عمر ديالي بحل نتخلى بحل نتبتل فيه اللون نتبتل باشي على برجه عكت حاضية قاطلها غيزلاني واحد يراه شف راسه هو كبير قال يمكن يكون عنده شي مشكل شي صور راشيد قال لي واش قلت لها عمري اه راشيد زايد لي عامين هو بقي صغير يلا كادروا ويدخل خالد الطارق قلسوا وتبعوا بوشة وراشيد اللي كانوا في القهواته هما نفس الانوضوع اللي جامعوا كل واحد يقول كل ما زا سووا لها ديك ساعة طارق يواش بل لك مروه قاتش حال غاسا هي ما قداش قاعد جاوبه ويقول له بوشة وخليه وعلى خطرها تفكر شوية عليها مزربانيش قالوا راشيد واتخفا نسي عيطوا من عربج رد قلت له خديجة خلعت تفكر هذا النار على خطرها وانا ارد عليك في تيليفون اخليه واتبني واتريب دابع وانا اعجبوني الناس تلول دمئدم ومخلق ومحصار الماء وبرزقه وانا شوار شواره هي اللي ستعيش معه باش يحضن معا قلت له طارق ليصدر له بنتائيه يوالله يجب لي فعل خير طارق وانا ادراك تدر على القارين يلا دوشت ليهم يلا دوشت ليهم يلا دوشت لاشياء وانا قبلوهم يتمرغوا في الطرابل تحتغل قونا ملهيد دروا معليهم قاتلها غيزلان كون شوفي ديالي محمد غنخشي كامل في المصبعانة يسرى بعدها كتتكلف بامر ويلا دوشت ليها وانا اطلب منه خديجا يقلسوا وانا كل واحد اشنو سابعه وانا اخرج ومشام رشيد شد طريق شده طارق خالي يطلعوا البيته وخديجا وغيزلان يدخلوه كي يخزلوا مع القوتي وبهاش على التلفازها كيتفرج وانا قشحة لاساهية في الاخر حتى اطلب الخطة وانا خلال بيتها ستتنى ومشاة تكمشاتها وحط الفوتي صغير عندها تحت شرجم واربعات يداك العادة على الكادر تحت شرجم حتى الترازها كيتفرج في الغروب وضمعها مرة يسهول مرة يجاوب ومرة يحير في اليوم التالي جالسة مروه على طبلة الفطور شهدت في نجان هاد القواكيل عادة وساهية بقى تكديرتها حاجة من غير تفكير وغيزلان احدها كيتفضر في ولدها وبنتهم ومعها كيتفضر على خوالاتها في الواتساب باوديوهات كتدر معه وانا كينباله معه مروه اللي غا ساهية عادية نطقه مروه وابنتي مالك مقلبين لك البابر قالت غيزلان عينا فيهم ويسكوا المروه لتنهدات وحطت الكاز مقلب لي غراسية الساعة وسادة ابنتي مدرنا في الطاجين لم يتحرق لم تريد أن أخصنا لكي تضربك معززة ومكرمة ونحن نديره لك السيف وانا زوجي راهدا هو الرجل وانا زوجي على وريدك لم يتفيدك الآخر نهدات نهيدة عميقة وشفت غيزلان بغاس بدي الموضوع كيف نديرو الغدام؟ أخوك قال لك تضربنا العدس سوف يأتي مع الحوت يلا تردى لهم خديجة ينضيها جنوب وما يسمعون السرسر خديجة علت حجبة كتشف غيزلان عشكونجة علت عيناها غيزلان قطعوا دونس عميرها ناس خالد راخدها لا يخرج من البيرو دابع ويصر بيضنط كتجري يشوف ما تشرجم ويصر تشرجم وردت على التحت كيصوني ويأتي لديهم جد ذاك ذاك الامراء في الزمان جد ذاك وخيف حجبة ماذا تقول غيزلان لحظة وصغيرة لا صغيرة يا ولي لم تق�با خدجة خمص هذا الخطوط أكثر أجل غيزلان سوف يتصنع وقفت لقد سأخبر فقط الفطورة هذه هي فطورة هذه سناء الاجباء و يتكون هذه المدنيات من المجموعها و هذه احمد السفارة حتى تفضل على مقرأة ل sack و لدي الاثراء و يكون لأسفر طلب إضافة العافية و يتحرك نظر التمسيح في الدرج فتشاهد الإيجاب أو المدان و بينتجأت طلعها و سأستخدمها و فتأت بتحديدها و خرجت مروه من الكوزينة للمولا و ذاته داخلين ازيدي ازيدي والله ما تحييدي بازال مصيق و اجدال حيضات صباطة للا خالتي معليش و بدت لعى مروه صندالتها و لبساتها يكما في اقتكم جيت بكري قلت لها غيزلا لا لا احبا بك قلت تكتشير للصالة زيدي اختي مرحبا للا خلينا نقلسوا هنا قلت هتفصلون فيك كانوا كيف يفترون و غيزلا نقل تشوف فيهم كيف يتساءلون لماذا ستكون جاءت؟ و لم يقلسوا يمتسمى قلت لها خالي جقاوة و لا تيبنيتي والله ما ردي ذلك اخياتي ارادة تبزر بها هذه الطريقة قمشي العيادة باش ما تعطلشاني على الطبيب المتلي معي قلت تكون حلة الدامة قلت لها غيزلا ايه ولا ما هي باش يفتري معانا بعدها احنا بازالة كان فطرة تعطننا شويهات الصباح في النهاز اه و هذا الوقت مما خليتها باقى ناسا و يتشوف مروه و يتشوف مما و يتشوف لا بس شوفت خديجة و رجعت شوفت فيها إلا ما كان زمانتها شي مشكل ماما بغيت نمرتك باش زمان تسوله فيك إلا ما عندك شي مشكل شيت غالي ناخد دور مشي الخدمتي باش ما تتطلش و سمحوني على هذا المجياء مروه بدس كتشوف خديجة اللي بحل اللي حسنت لما نغزتها النمرا و يتشوف فيها لا ما عندك شي مشكل بلاكس انا غنجب تليفوني حاسم حافظها داكوخ شكرا نطمروا البيتها و يجدان مجمع معهم شات اللي تحس مخدتها جبدت تليفونها و دخلت البلاست الواتساب جبدت نمرتها و يتحس براستها رجعتها عامين نور أول نهار وقف علها في بتاع مارد خالسة و طلب لها نمرا لهذا كنهار اللي دخلتها في التليفون و كل أول راجل غا يصوني إليها كيفاش غتقدر تشوف راجل آخر كيصوني في هات التليفون من غيره و تصدر مع واحد آخر من غير أنور اللحظة حسنت بغسة في حلقة كتحرقها و قلبها بدا كيضرب بالشاد و انتموا سألوا على حشفونها و هي كتتتفكروا و كتتتتفكر في كريان سماعه و الفرحة اللي كانت كتتتح السماعه و شحل كتتبغيه كيفاش غتقدر تعطيني مرسل واحد آخر و عائلة واحد آخر من غيرهما تلاحظ على سريرة كتتبكية و تنخص بلا شعور منها قلبها كيتتصير فضلوها ما كرهاتش كون كان معها و كون عمرت راهات الشي ما كرهاتش كون كانت تحلم و هم باقي بالزوج و يصوني على دابة يقول لاش حالت و حشا و باللي قريب يجي يدر مع دارهم و غيتزوج و يحقوا قاعدوك الاحلام اللي كتبات تحلم بيهم معه و دعاء اللي تباتت دعيف خاطرها و في سجودها و على صليتها هدا اول سؤال اللي كتتقوله و قلبها كيتقطع و كتشهاق بالبكة اما وجدان غير كتشوف البيت اللي يدخلت منه و شفت لعندهم و شمار ما بقى مع تلاحي تراني مزروبة شوية غزلان ولا ساكت 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 غير غير تضلها التليفون دي ما عنده مش لي نتغذل الكوزينة تجيب تليفونها و خديجة كتشوف البيت و ترجع تشوف الوجدان تجا تغيزلان قيدت لعنمرتها يا هادي انا مخدمة به الواتساب قيدتها وجدان عندها و يتوقف شكرا ربي خليك رك عارفة اللي بغت تسعيد لها ما مصافي قلت له غزلان عارفة عارفة اللي كان حبيبة عارفة دخليكم انت عدت لها الخدمة سلموا على مروة نشوفها في ساعة الخير مرحبا حبيبة مرحبا عودينا المجدية و يتقول لها خديجة سلمي على الحاجة بزفو على الحاجة ضروري خالتي شكرا نهاركم بروك وجات مع غزلان تالباب و نزلت معها سلت تحصو سلتها أم خديجة حلت الباب على مروة و نقعتهم بصورت و يتضدق اه مروة مروة خدعت نفسه مسحد دموعة و حاولت نتفسه و سأل انا انا خرجة انا جيها و يريد خلتي و سكنتي اللي بنت في قزيجة تشوف انا جيها نتكات مسحد دموعة و تنشع لوجهها و تحكم فراسة و غزلان طلعت و يتشوف خديجة قد حك قال لك بغا يا الماما اه و خليه معهم الله و هي العيط لا ترتح لي شوية و هي دخلت و سنتتها لها البنت قد تكون غهربت منها جاءت على النمرة هي الدعتها صافي مروة شفية بشفية لما تتولف ما عطلقه محسن منه و زيدي زيدي جمعوها الطبلة العشرة هذه البنت دخلت عروينا مروة خرج عليها من تسمى مضغية يا هذه البنت نعم كو خديجة و غزلان في شغلاتهم و مرهدنا الطراصة بزيان مروة خرجت عندهم و مما غشفت عينا من فوقين و بدأت تنهد وكملت عجينتها و غزلان كترت الغضاء اما هي مشات التخمال و تصياق و تصلت وقت الغضاء و تجمعوها الطبلة كي يتغنطوا و مع الهارة جديرة تلفازها مشوولة على الأخبار كديمة اما هي غاسة هي كانت تلوي الخمس فمها بلاشة هي و هم كلهم ملاحظين و ممغينش يحكرون اما ريضة قلس في البيرو دياله كان بيرو صغير عمر دواسة و الوراق و السنادق و الكراطن في الجن و سكورشات و الهاتب على البيرو كرفوزات و طابع الكارت فيزيته و محطوطين للبيرو و يومية ديالت السنين قبل من الشركة دياله كله راضعة مرغبة تخربيش تسيله و يجربوا فيها كل شي كان مشتت كان بيرو في طبق ثاني قدامه حي تبزج و يطلع للتحت كان يشوف الفاكسورة ديالناس و يحسب بالكاركولات الخيس تسمع لي تهياته و ندل الزج و دو الزجة و يجربوا في الاليمنيوم و يشوفه من تحت و السماء و تنزلوا و لا تنزلت فا ما و قالوا ريضاني انا نزل و نزل الجهات الوراقية بطم المجر و نزلت نازل في الثروج الحديد خطوية فيهم تسمعوا في المكان كامل كان بل بس العامل سر و الجين قام مغبر تيشرتك حلى لا سقايا لكسافو عراض و شعروا هكاكاكا و نزل تحت و نزل تحت الخارج لبره كان كاميو ديال السيمة و نزل عنده الشيفور سلماني و يشوف مع السلعه لديك البروميار يا ريان و قدت أن يدوزي محل ذاك المرار لديك حلوات طلبة صاحبي السيمة و سيفتلي الفورس و نصوب السفنش و يبدأ يدرب السلعه و يكون هاني ذاك المرار لا أعرف شنو شعر جالي و أرى جهي قسل على أخر و سوف أرى أنجيلي قسل على سلاعة جديدة و ريضا شعر جديدة و ريضا بدأ يدفتر الشيكات و أنا رأى تفهمت مع الجانب المليون و أنا قل يجوه 5000 و الوقت اللي ريضا يهتم معاه و يتفهمو على الخدمة و على السلاعة حتى يحل التلفون و هو حل الميساج يقرأه و يقرأ تقدم عن طريق سماعي اذا لم يكن يغير ذلك قيادة اتمنى القيادة يجب أن تذهب و اذهب لها يجب ان يتحق المفلل و يقعد في خدمته و توقف عن الناس حتى يتحق المفلل قد تطور فائكسوره و يتحق المفلل و يتحق المفلل و يجب ان يتحقه و يتحقه في الكرس و يتحقه و يتحقه من خدمته والفكتورات صفقة لكم عليكم لو حسناً لديك ادريك نحتاج إلى المحل ونذهب إلى الأمر لا يتباني ايضاً تلبي الفكتورات لكم على أن تقول أنهم قد أحد أحد أدريك وكل يوم أحد أسماء واحد أحد أدريك ودع أدريك إلى المياه ونسأل المياه أفضل المياه ونفضها من المياه ونزل في الدروج والطبيل والفكتور اختم العبار كثيرة القاياة تنبذ من أهم لفرد وشبح الأمور جميعer واحد من المحالات يوم الخدم الصلاة انخبرون القاياة اخبروه سوف اختبأ اختلف الفرد اخرج اختلف مدينة انخبروه خاصة شكرا تجلب чقايا كي يجغب وكي تفكر ثاني التلافون قبل يدك النمرة اللي كان يقيد فيها خلها في النص أرجع باللورة للكورتي يد كي يجبت بها التالي ويد حيض بها الكاسكات لاحة كي مش تشعره بيد دي القدام اللي رقد لي تحت الكاسكات كملت قياد النمرة عنده كاتبها اسميتها وسها كيت فكرة البارح حسب اللي أحسن حاجة دارت أخطوه هي جبت لي هاد النمرة على الأقل بعدها غير عرف عقليتها يتأكد وش مبزينة لها ولا لا ويسمع جوابها منه هي ماشي مرخوصها هي معها من غير عيش ماشي مع صاحبه رشيد قيدها ورد التلافون الجيد ودر آخر نظر على البيتسي شاب اللي كل شي هواتك عاد خرج قاموا نزلوا سلع وقلس كي يوصيهم وخلل الفورت سمع ومشاب جهة الأوضي ديال اللي كتكون بلازي حد هذا المحل طلع ديرك تلطار نازل مطاوبيل كي يصوني للتلافون قد رفضنه سيأتي لإقامة في نساكن وكيهضر مع الخدمات ويقض هادي وهادي ويرسي شغاله يغوط على هذا وغزم على هذا قطعه وطلع في نساكن ستحلبيه في الطابق السادس في نساكن هو خارج مدوخ بالشمس ومسخصق بالخدمة وليه كالعصر كإنتن داخل يحكشاره ويدخل هذا بالفز دياله كاسكاة السوارد جيران كيذوزو ويسلموا عليه هو يجب غباره ويسلموا لا يقضوا فايفهم بشوية يتحكوه ويسلموا النهار الذي يدق بابهم ويسلموا بخطب الأول الذي يزو في ساكن واحد ويقضوا وصل البرد ويسلموا تخلح الفيس سوارته سيتصبر ويسلموا بالفوت بحل جيم الحرب ويسلموا جيد ويسلموا ويعوج فان قبل تسمع سمارتفول ويسلموا 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 يتخل حتى يرتاح إلى الدار إلى بره ساعة القارئ ومرة التي تأتي على الدار تصوني في الوقت ويسلموا ويضرب صوت عينا ويخلص أعمل لوراني دخلت دخل رأسه ويشف الكوزينة ويشف ويخلص البرس لا 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 قطع قطع ويشتر الضوط تغير ويسلموا ماء ملاق و ضائرة بلافاف و تجيرات كوحل و مجورة و من قبل الباب كانت الزجاجي يظهر للبالكون في إجليسة قصبية و غازو إجتلاعي و طبلة زجاجية و يظهر للسحة العمارة و الابيسين مباشرة لأول فاسمع تلفازها يظهر بالفوطي في الرماضي و الأسود و مخاذب تسوب الجورنال و الأخرين من الأسود و بيض كوزينة مفتوحة بالبيض و مجهزة بجميع الأجهزة المنزلية و كرسة طوال و معدنية كوحل من الجهة الأخرى كانت سلمونجي سوداء و طاولة زجاجية طويلة بالصدية الكراسي و الموبرى و مرهوم بيوفي بيض عليه بعض ديكورات و طابلوات في الحين تصميم كي يحيي عن نوهن ديكور كوزينة مفرش بزرمية سوداء كي يدل بيسو ديال النعاس و الحمامات و يتأخر ديال في بيرو دياله و بعض الآلات الرياضية لا تبالعكس من على داك الفوطي كي ينصلح و يجو حاجة و حاجة و يلوح و يدعي السبر للسيدة اللي كتجي جمع مورا حي للبيل دياله لحو تهرى ظهر اللي مفتول السمر كان ظهر كيزيد و يحيب رجولته و حرشيته و هيبته صدرولي كالرياضي في نفس الوقت ظهر عليه علامات الوزن السائد حيث رغم انه الشارك فلاصة الا انه بعض المرات كيتزير بالخدمة و كيمشي جديمشي لكي يخليه مرات مرة كي يبقى الخدمة ديال صدرول و كيبقى جديمه متراسي تخلي البيسو ديالنعاس و مشال انتوشتلي فيه تخشتحت الرشاشة كيتووش و هيتفكرها الى ما درش لها وقت في هاد البوز الغضاء مغي يلقاهش من المرة كم بدوش خرج غاب الفوطه مشا جهت الصالون شعره بقي فاكس فازك كي يقطر كيرت دولور و لي حدو سهية فازك و رحت شامبو عاطية منه اجبت التليفون و بدا كيصون عليها في نفس الوقت شهت فوطه صغير عنده كينشف شعره و ليحيثو و غادي جهت الكوزينا التليفون بقى كيصوني حتى اقطعه و رجحت طقن تامه و بدا كيقلب مياكل و كيشوف شنو خلت لي دكسيدة الغضاء فتسمعت لي الباب كتدق و شلبيته و تخرج حلو و يلقى بنيسة صغيرة هزا تبصيل مغطي عماريدة قلت لك ماما هكي حققت البسطيلة صوباتها لنختي و بغتت ماما تطوقك بساسم لها ريدة و شد لها كتبصيله و العبله في شعره و وصد الباب دا حطه في الكوزينا عرعلي كنص بسطيلة ديالدجاج يخسر مناميحه حيث ما عندوش مع القرفة و رجع غطاء و خلات ماء و شجبت سوبي روز و الخضراء و ججلي خلاته ليه و في نفس الوقت و رجع كيسون علاته ينقب من واحد تفاحه و ثاني مكتجابش ماروه كتحيدات الزهرة ديالشقة بعد مغسلت المماء عند الغضاء و غيزلان بقى كتبصح في الكوزينا و هي كتنقر و ناري ديالطابو شحل ممكن حمل شهد الغضاء اللي كيكون فيه القليل و الحوط هل حصر ادنه حلو بقى مخشيين هنا يا و ياد قول لها غيزلان على محمد مسكين الناس غافق الزربيا كل ما شافته ماما كزاته و الفلاشو في الخر يقول لك شنو قاسا قديري مسكين ذاك الولد مكرفص علي غلقتي سهل و ليحة و سبعين شقة ما نعرفت نونا بحملنو يتنهد و هيمانا غامشي ندوش و نضربها بناسا رأسيك نحس بي غايت ترطق عيد لا هي تشقة و لا هي تتفكير غن تسطى و قاعدت يا صاحب تعلينا اذا ما يصوني الخوك ما تعرف ماماك ما تقول لي دا بللي دارو و راح دارو شغلهم هاداك خليوني انا غامشي نحس ديروا اللي عجبكم خرجت من الكوزينا و شات البيزاس انتسالة و حيضا تحويشها حتبتك يسخل الحال و تلاحسها سريرة كتشوف العطابل دودوي هزا التلافونة شعلاتهم يبرو لها تلاسة هذه اللي زابين حلاتهم مصاربا اخرا ابي يلا جوج دقائق باش قطعات والولا كانت هادين الساعة ما قاعدت شوف لذا كنتم انا ما عرفتهاش هات فكرات و ايجدان قبيلة و علات حجبانة قالت يمكن اغتكون هيا و لما ما ويا ما سمعتش التلافون حيث ما كادرش لي الصوت و بداتك تعود صوني ريتا فيكن نصخن مع كلتو حطا على الكونطور و قلس على واحد من ذوك الكراسة كايا قلتا شافت التلافون حدا بداي صوني ملقاهي و يجوب مروع اللي تحجبانة من اسمعت صوت راجلة اسمح لي اسمح لي اسمح لي اخويا بالغلط حسابتني و حد سيد اخرى قطعت لي التلافون ياه لا مرض تانا كان صوني بلا ما تتأكد حطت التلافون فوق السرير و نطل بلاكار كادر محواجها دخلت الدوج و يتسمع الفيبرار طلت علي بانت لانفس المرة كادر صوني و يتنهذت و جاوبتها قالو رغيان عالتا اخويا رغلنا لك اسمح لي قطعت لي ولح التلافون ورجعت ثاني كادر محواجها تسمعت وصلها ما يسجح حلاته كان في الواتساب من نفس النمرة رغمك العدش علت حجبانها مفهماتش و علت عينيها لصورة البروفيل و يباليها اللوغو ديال شركة مواد الميناء و يتوسع عيني و حطت يدالة فمه و يلي علت حشيمة يلا كادر سوعبتا بضايصوني لها و جاوبت و يعد على شفتها محشما قالو امالكي مخلوع مع جنابك و خلينا غندوي وقطعي اسمح لي يا راه ما عرفش من المرة مع اصلا انا المرتي جديدة ما عطيها لحد غير بابا و ماما و أخوتي لحسب اني غا تكون ماما و لاختك ولكن لي سمعت صوت راجل قلت غي شي حد قيت فلله اسمح لي يا ماشي مشكي المرة جديدة علامة القديمة لا بدلت هالثمانة اللي فاتت ليش؟ كان بصداك فيه شي حد؟ هدتت على لسانها ضربت على راسه كيف اشتغلت تفصيل بحال هذا بلما تحس لا غا كيف تشوف مع جنابك حصلت براسة سخنة لها غا بدلتها و صافي كانت بلوكات لي يا صافي بات انتي لباس دار كل شي باخير الحمدولي لا كل شي لباس ياك ما كايش شي مشكي لخديت نبرسك لا شي مشكي عد على شفتك تحس براسة حشمانة و صعيب تتصر معها ضغية بزياد حط المعالقة اللي كان كاي اكل بيها وتكاعل الكورسي كايحك ورا عنقوك ايدوي حس كيم ما كتعرفي ازواج تقليدي ايه ما قلناش ولكن رأس صعيب تجي تخطب وحده و تسابقي ما كتعرف الاول و ما فاميش في نفس الوقت ما بغيش نعيط الخب حتى نسمع منك نسي وش بغى هتزواج ولا لاحظة انا غندي كنتي ماشي خب خدعت نفسك انها تلتي صار جفقته و يمحتاجها اكثر منو اه اندك الحق ضروري بوليليا مروه مروه غا ساك ساعدت علش فسمي سمعت سميسا كيفاش نطقها كان سانيا راجل بعد انوار ينطق سميسا من غير خوصها علش خرجتي من القرية غا سمعت السؤال حساس مقلب هاد سير وهذا اكرا سؤال عندها اللي ما كتعرفش الجاوب عليه وتنهدت وجاوباته بختصرة العقلتي الصغر ما كتش عارفة باهم ميسا يعني انتي اللي خرجتي وش داركم اللي خرجوه اه 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 بالعكس دارنا بغيني ارجع القرية ولا ش فضلتي الزواج وماشي رجوع القرية ماشي انا اللي كان خطار مكسب اللي كي حتد وزايدو ايلا بغيت ترجع القرية كي خصني مدينة كبيرة حتسا ما كان خططش نقراء غالباك ونقلص دارنا ما يخليونيش مشي المحمدية بوحدي لكش يعليش قلت حتى ايلا تزوج فيش مدينة كبيرة نقدر نكمل في القرية اه يعني اذا بغيت زوجي باش تكملي القرية لا قلت حتبل الموضوع باقي طويل وكي يصول بالساف وعقلاني وخاصة هي تجو معي بنفس الطريقة وبنفس العقلانية حيتي يدبه في موقف جدي ايلا غزو قل معه راس كديرا كي قمترب لما تخاف بالعكس كان فكر شو الزواج غالي القرية كي يبزافت الحواج اخرين ومنهم القرية بدك يحرك لسان في فمه وكي يحس باجوي بسا كبر من عمرها بدك كت وضح له عقليتها وبدك يرتاح دبا نفهمو منك كماروة بدك قرية ورزواج اه حساس من حضرته انه يشجع للقرية والقاطئة اكبر فرصة لها وكملت مسمى على قرارها إلا ما كانش عندك مشكل الشرط الوحيد اللي عندي وبغي نكمل قرائتي ذاكي يحكي فوق حاجمه انا ما عنديش مشكل لكن كان بغيك تعرفي تكيليبري يعني لكتي قادرت توقفي نظارك وفي القرية ما عنديش مشكل ما تخافش من لي قررت نهز مسؤولية انا قادة بيها قرد على شفته بحيه ويكمل مشي كبير عليك شوية لاغذرة كتحسيش براسك بقى شوية صغيرة على تزي مسؤولية كبيرة بحل هذي قلبات عينيها الجلب قلبها تزييرها على وحسط براسة بحيلك يقمعه رايدة اسميك رايدة عيك ويبتسم ريادك انا واحد المنت اللي كبرت في الفشوش دولي دي جمع وقصري جمعي في نفس الوقت كبروني على المسؤولية انا ادخلت للكوزينة وقفنا في عمري البعتاش العام وربت مع اخوتي ولادهم انا ريدا وشي واحد المنت اللي كبرت بين الصحابات والقاوي والخروج والصفر كبرت في دارنا بهذه العقلية دي النهار تبغيت خرجي؟ اتخرجي مع راجلك انا ما كان قراش وإلا بغيت نقرأ خستني نزوج في مدينة كبيرة يعني حالية لحياتي واقفة إلا بغيت نكملها ايخسني نزوج وإلا بقى حابس هنا وانا ما شي من الناس اللي كان بغي نضيع عمري حابس والوقت كايدوز غير البارح كانت عندي 12 العام وده بقرب ندير 18 وقد تضغلق عندي 20 تحت نمو قديس خبذار واللي كبر فيها ولكن انا بغير شوف حياتي اراها معك انت ولا مع غيرك انا قادت على ذاك المسؤولية وإلا انت كانت شوف راسك وحدك دي ما غيرت قدش لك للمسؤولية قلم على شي وحدة كبيرة تقريب عليك والله يسهل عليك ودهك يحكي فوق حاجبه ودهنا بتي سامة صغيرة مليحس بيها بحلار درفزات ما قللش من الكاميروة بالعكس انا غير بغي نعرف حيات عندي اختيت انا وكبيرة عليك ومع ذلك ما زال ما نقدرش نزوجها ذابا حيات كان سباليا بقى ما تقدش على ذاك المسؤولية ومقى خاصة ناس حدا الوالدة ودهك شي باش كان سؤولك انت ونعود نأكد ليكون شي حد مبزز عليك حيات كان شوف راسي كبير عليك قلت كوني يغيح شمانا من خوصك وما بغاش كنظر معيك انا مباشرة باش لك انديك شي مشكل قولي لي نصلحوا بيناتنا ونديلكش انتي لعيب معهم ساحب انا راسي انا لا طالا اللي عندي راني قلت هالك اخوتي قاد ده نقول ليهم الله اذا بغيت انا وطالا بقى كالناس حدا ماما واخا ندير خمسين عام انا حتاج ناس حدا ماما في لفس الوقت لا تحطيت في وضع خاسني نكبر فيه على الكبر قلت العمر غير راقم اما العقلية حنا لي كان قدرون نجيديوها كمش ملامحوك حاولي يستوعبوش هادي عند غير 17 العام كان عارفو قتاش خاسات صغار ومعامن وقتاش خاسات كبرو فيه انا واندي الحمد لله من صغري كبروني على المسؤولية كان عارفو تدير كل شي بزو علي بزفت الحواج الى الزواج ولكن خسك سعرفي منلي الزواج ما فيش غير الطيب والكوزينة انا اخر حاجة كنقلب على يادي عارشي شنو شرب الماء ويحتل كاس الله يسهل عليك لماذا قلت شي حاجة مع عجباتك نرفزها وقلبها بدأ يضرب بالشال هادرت كلها مع عجباتني جي سعدنا رحبنا بيكم انا كنتما بغتش نزوج ما غتش نزوج للطار ولكن في علمك قبل منك انا راقلت لله الكسر من عشرة ديان الناس اللي هدروا مع الدار يعني كان في امكاني نقول لحثها لي اخوتي بقي لدابك يقول لي اشبال ليك باش جي نهضر معي بهذه الطريقة اللي تحسسني بحلها راقش في قانيليا وانا اخوتي مبزن علي وحلها ما لعرفت في العيشة انا وما لعرفت شنو انا كغال انا عشف دارنا بهزي وغنمشي بازي الزوجرها قلت ليك هو الخطوة اللي بغنزيد بها القدام وما لغنشوف الاختيار صحون قبل بي كان نهضر معاك داب احيز خويه شكرك بزاف وقائلتي رسحت لك وانت بعرضات والدية ولكنت كل ما لك تضل على العمر هاتشي كاني انت اللي عندك مشكلة باع العمر ديالي دك شهلاش الله يسهل عليك ساخد واحدة في العمر اللي بغيتينتا وانا راه كيف ما جيتيني انتا اجي وحشرة من غيرك نزر راسوك يحك فوق حاجبو ويدحك بصوت هامس اللي قدرت فامراك يضحك يوشنو دابا شدو الصف ما ولا تحد ما دارك في شي صف مثالي بغي تدخل فيه اول حاجة مروعة الى حداكم شي فغماسي قريب خودي شي ماغنيزيون بشدني تبلي حسن شي ضغيك تشعلي وانا ويك شي نار نطيح وش يروح وعليش لي ما تشربوش نتانيت جابت لي الدحكة ونستغلاف نصله وانا بلية لديسكن شير هاتشيش غنولي نشربو وعليش كتحسسني بحلنا بازالك تزوج بيا واشنت شوية لابنز طلاك يدور فراسو عشي شنو غدين ديروه مروعة سوف نقطعوه ايكا باش ما نزيدوش نتع الصباح وانا غنمشي لخدمتي وشي غنمشي تناسي بعد ونطره بسلام الله يعون قطعات التليفون قبل ما تسمعوا ولاحظوا على السريف شادت على نصه ومع اللي حاجبو كيشوف التليفون كيفاش في اللول كانت حشوميها وضغيه في اللاخر بدتت تزعف علي وشبعت وقمع وقطعات حربية وكتتفهمش وكتعرف صادر زوين حسن من اللي عندها 30 نهام وشفتو باستغرام حسن كيف يبتزم بيرفكت اما مروعة سوف تسمعوا محملة وكتكرة اللي نقص منه ولي حسسته انه شف قراليه وما بخيش تزوج بحث صغير على الشيء عندي هذا هو السؤال اللي قالت كانت حشمانة منه محصر ماء ولكن طبعها العصبي ضغيبان وضغيه خرجات من ذاك العصبي اللي ساكنها وخحها وماء ممكن تهضر بوضو ولكن في الاخير خرجة على طوعها ما حسنش كيف ازعفت عليه دب هاتش كي حسب فراسه ما فهمتش لكن هو اني شارف فانماني وشي بعد مني بحل وقفة عليه ميسا عليه انا وزيدها شرب الماني يجيوم ايه العقلية افعفات بغاطب مش هزات حواجة بين وارها مش هجي هادوش برشوية الفقصة اما وزع ماتوا بزيان انما هذيك الشخصية اللي كان كايضان انا في العمر ديها لما تكونش انتا ولكن بدليها درسة كبار من عمرها وكتعرف تفرض رأيها وهذه هي الحاجة اللي كتعجبه ما عندوش بعبنات مضعيف النفس الوقت جاتو قاس حشوية وصعيب يكبح عصابه معه وانسى العصابي ولكن حين بزاف من انها تكون ضعيفة يولا منافقة كاتمتل السواب والتعغل باش تزوش نهت نهيدة طويلة ورجع راسو اللور كيشوف الاسقف كيصول راسو وشا يخليها في خاطرها ويساليو هادشي باراكا ولا يزيد يعطي فرصة اخرى ويزيدو ما زال بنزوينة بحالها بيوت وبريئة في نفس الوقت وشخصتها قوية وعائلتها مزيانينو منطل الاصل وشي ضيعة من يديع لقبل انها صغيرة في العمر ويضيع فرحة وليدي وحماسهم كان كيضل ان هادالتيسل ويقوم بتحديد طريق ساعة حسبها مزاد وضطرها ونضيبس والبصر والتين وشميزر ما دي عنا لها الكاب ونكب ساعته وقاد شعره النور ورش بارفانه وخرج جهة الباب وربس بردلته وصوارته وخرج فنظركم واش غادي يكمل هاد الزواج باخير ولا غادي يتوقف فح الدهنا وغادي تشوف شي واحد اخر ليكمل معه الحياة ولا غادي ترجع الانور خليوا لي الاراعة دي لكم تتعليق ونتلقوا ان شاء الله عم قريب مع تتسمى دي القصة دينا سلام عليكم موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة